ما عليش يا جماعة واعذروني للاسبوع التاني او لليوم التاني على التوالي اتكلم في هذه النقطة لانه في حالة غريبة جدا بتشهدها بعض الاستوديوهات في الحديث عن النادي الاهلي الاهلي كسب الماولين وكسب سيراميكا النهاردة الماولين طبعا يوم السبت وسيراميكا النهاردة وبرضه ما تزال هذه الحالة الغريبة في الاستوديوهات هي هي ان الكلام عن النادي الاهلي دائما ما يكون بشكل سلبي ومدرب ومرسل كولر خلاص جماعة هو النهاردة الاهلي انا قعد تفكر والله انا بحب اتابع وحب اسمع زملائي من الاعلاميين في كل مكان وهم بيتكلموا عن النادي الاهلي او على غير النادي الاهلي وبدون ملاحظات بشوف اين اللي بيتكتب وان اللي بيتقال علشان اقدر اتكلم واشيد لو الناس بتتكلم بشكل جيد وانتقد لو الناس بتتكلم بشكل من وجهة نظري مش لطيف او بشكل سلبي فالنهاردة الاهلي كسب سراميكا انا قعدت ابص في النتيجة ابص كده على النتيجة من فوق لقيت من النادي الاهلي كسبان اتنين واحد النادي الاهلي كسبان سراميكا اتنين واحد طيب بصيت على الجدول لقيت من النادي الاهلي لعب اربع ماتشاط في الدولي العام كسب الاربع ماتشاط وعنده اتناشر نقط دي اول حاجة انا بصيت عليها الحقيقة تاني حاجة بصيت عليها هو ده سراميكا كلوباترا اللي الناس كلها كانت بتقول عليه اقوى فريق وافضل فريق واحسن فريق واعظم فريق بعد فوزه على بيراميدز بعد فوزه على بيراميدز من امتى من سنتين لا من ثلاث ايام كانوا بيقولوا على سراميكا فريق كويس النهاردة الناس بيقولك اصلوا سراميكا وحش اصلوا الاهلي تعبان اصلوا الاهلي بيؤدي اداء سلبي ولكن بيكسب هو يمكن الناس وانا قد اكون مع حضراتكم في هذا الامر يمكن الناس متعودة ان الناس لقلي بيكسب اي فرقة باربعة خمسة ستة بس ده مش تبرير لاي شيء انا بعلق هنا على نقطة محددة وهي لما تبص على النتيجة ما تجيب لي كده نتيجة يا سمير تحطها وراي عشان انعرف اتكلم لما تبص على النتيجة دايما يقولك ايه بص على اللوح بص على النتيجة شوف النتيجة كام كام هل النادي الاهلي خسران ولا كسبان طيب لما تيجي تبص على النتيجة وتلاقي النتيجة اتنين واحد اهو بس اقف انا مش عايز فيديو لما تجيبها مش عايز فيديو اه اهو النتيجة فوق كام يا جماعة الاهلي اتنين والسرابيكا كلو بطرة واحد دي النتيجة اللي انتهت بها المباراة نعلقها على صدرنا ونقولكم ان احنا كسبانين النهاردة 3 نقط طيب الاهلي كسبان والستوديوهات بتقول انه كولر وحش وبتتكلم بشكل سادل بيه عن الفرق طيب هقول لحضراتكم ان الاهلي وحش والاداء مش على المستوى للناس اللي متعود عليه ده كلامكم يعني ولكن هو الاهلي كسب يا جماعة مخسرش الاهلي حتى هذه اللحظة لم يخسر اي مباراة في الدوري لحد دلوقتي رغم ضغط المباريات المؤجلة في اسبوع تقريبا 3 ماتشات في 7 ايام لابنا السبت سبت 4 سبت اللي هو كل يومين 3 ماتش ولكن اللي خليك تستغرب ايه بص بقى على الجانب الاخر اللي خليك تستغرب اللي كولر نفسه قال ان الاداء ما عجبنيش في الشوط الاول يعني ما فيش مكابرة والراجل ما بيجدبش على الجمهور بالعكس هو دايما بيبقى صريح في كلامه برضو انت كمحلل وجهة نظري ان انت يجب ان تتكلم على النواحي الجوانب الفنية تنفيذ الخطط الجمل اللي بتتعامل على ارض المعرعب هل هناك جمل بتتعامل هل هناك تنفيذ للخطط هل التبديلات اللي اتعاملت جيدة ولا لا وفي النهاية تشوف طيب اذا كان هناك سلبيات تتكلم ما عنديش مشكلة ولكن يجب ان تتكلم ايضا على الايجابيات ان النادي الاهلي من اربع مطشات عنده 12 نقط العلامة الكاملة ولهم مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة لو لعبها وكسب لكن ليه دايما الكلام ماشي في سكة الاشادة بكل منافسي النادي الاهلي والحديث بشكل سلبي عن النادي الاهلي رغم ان النادي الاهلي هو الكسبان النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي عنده من اربع مباريات 12 نقط الحالة غريبة جدا ومتكررة وبالمناسبة هي هي دي اللعيبة اللي كسبت خمس بطولات وقد يكون مش قد يكون هو حصل غيابته وفيه وبعض الامور الفنية اللي مش اللي مش كويسة عشان بس محدش يقولك اصلاه اسلام طالع يبرر واسلام طالع يطبل واسلام طالع الكلام اللي بيتقال من بعض من لا يشجع عن الاهلي جمهور الاهلي يقول لو هو عايزه بالمناسبة وعلى دماغي من فوق ما عنديش اي مشكلة وبتقبل كل هذا الكلام ولكن الحمد لله جمهور الاهلي لما بيعرف ان احنا كلامنا كلام مصبوط بيرجع اخر اليوم يقولك صح كلام اسلام او كلام قناة الاهلي كان مصبوط عارفين ليه حضراتكم لان انا ما بطلع اتكلم يعني والله الكلام ده بيحصل بجد ان هناك حالة غريبة ضد النادي الاهلي حضراتكم حسينها ولا مش حسينها شايفينها ولا مش شايفينها الاداء سلبي ده ايجاب يعني هناك بعض الفرق الاداءها مش سلبي تحت السلبي وما حدش بيقول حاج لمجرد ان هو كسب مطش الدنيا في السماء معليينهم في السماء فاللي بيحصل في الاسودهات ده الحقيقة هدفه افقاد الفريق الثقة في النفس وافقاد الجمهور الثقة في الفريق والضغط على النادي الاهلي ولعبته ومدربه ليه؟ عشان اكمل الدوري وانا تحت ضغط او اكمل الموسم لانه مش دوري بس اهدوا بقى شوية جماعة مش كده اهدوا علينا شوية لسه بدري الدوري لسه طويل البطولات كتيرة فترات توقف جاية ولسه الجدول حيتشقلب لسه محدش عارف ايه اللي حيحصل لسه بدري جدا هنخش في اخناقات من دلوقتي كل واحد حرف رأيه بالمناسبة واللي عنده انتقادات منطقية يطلع يقولها عادي ليقولك مثلا كان المفروض يلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد مثلا يعني انا بقول اي كلام يطلع يلعب بطريقة مختلفة يطلع يلعب بهاني مايلعبش باكرم يلعب باكرم مايلعبش بهاني ولا انا بقى طالب حضراتكو بي ده مش ان انت تجامل النادي الاهلي انا عايز حضرتك تكون موضوعي ومنطقي زي ما بتتكلم على السلبيات زي ما بتتكلم على الايجابيات ولكن عندما يكون هناك امر سلبي عالي في السلبي اضرب في السلبي جامد حتى لو الاهلي بيكسب عاوزين نشوف ونسمع تحليل فني واضح مش تقولي الاهلي وحش والمدرب وحش يعني على اي اساس الاهلي وحش والمدرب وحش حضرتك يعني تعالي فارس لفارس بق يعني انا اقدر اتكلم فني بعد اذنك يعني فيعني اي حد بيتكلم فني يجي قدامي ويقول لي والله الاهلي ناحية اللي مين مفيش حاجة مثلا يعني ناحية الشمال في حاجة مفيش حاجة كذا ونقعد نتكلم فني سلاميكا فريق محترم طبعا سلاميكا فريق محترم ومعه مدارب جيد معه مدارب جيد وبالمناسبة فكر التقييم كولر نفسه بالنسبة لي هو ليس موضع تقييم بالنسبة لي وبالنسبة للجمهور النادي الأهلي كولر أصبح واحد من المديرين الفنيين اللي جابه خمس بطولات للنادي الأهلي فأصبح بعيد عن التقييم بالنسبة لي يعني أنا قيمته خلاص والأهلي على الجانب الآخر حقق هدفه بالعلامة الكاملة فأربع مباراة في الدور يعني فلازم الكلام يكون بشكل منطقي وعقلاني